أكاسيا أو ما تعرف بشجرة الطلح المتشرة في عسير تمتاز بالكثير من الفوائد والخصائص النادرة في تركيبتها حول ذلك ينضم لينا من محافظة بلقرن مراسلنا عبدالله بن شهران مرحبا بك عبدالله معنا ما هو معنى أكاسيا وكيف يتم استخراجها من الزهور أهلا وسهلا من فيك أستاذ الكريم ونمسي عليك وعلى المشاهدين ومشاهدات بكل خير واتقبل الله مننا ومنكم صالح الأعمال طبعا فيما ذكرت كاسيا هي حد أفرع شجرة الطلح المنتشرة في منطقة عسير بشكل عام والمتواجدة في غابات عسير التي لها فوائد كثير جدا وبحسب ما تم من تداوله مع اجتماعات مع سيدي صاحب السمو الملك الأمير توركي بن طلال في الاستفادة من بيئة منطقة عسير فتم النظر إلى شجرة الطلح وعمل منها المنتجات إن شاء الله التي تبرز فوائدها إن شاء الله وتكون مستخرجة من منطقة عسير بإذن الله شكرا